حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري حدثني عبد الله بن فعلا بتا بن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم قال وجعل يدفن في القبر الرهد قال وقال قدموا أكثرهم قرآنا دفنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن فعلا بتا بن صعير قال لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله عز وجل لا إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسكي انظروا أكثرهم جمعا للقرآن فقدموه أمامهم في القبر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن فعلا بتا بن أبي صعير وثبتنيه معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتل أحد فقال إني أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبن أبي صعير عن جبير بن عبد الله قال يومئذ فقال زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الوحيد ويسألوا أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه قال جابر فدفنا أبي وعم يومئذ في قبر واحد حتى يزيد أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن فعلا بتا بن صعير أن أبا جهل قال حين اتقى القوم اللهم أقطعنا الرحيم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغدات فكان المستفتح حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلمين الزهري عن عبد الله بن فعلا بتا بن صعير العذر وفيما قرأ على يعقوب العذر حليف بن زهرة قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب أحد فذكر معنى حديث يزيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان حدثنا رجل في حلقة أبي عثمان قال حدثني سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام يومين فجاء رجل بعض النهار فقال يا رسول الله إن فلانة وفلانة قد بلغهما الجهد فأعرض عنه فذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال وقال ابن شيهاب قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفتر بيومين فقال أدو صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وصغير وكبير حثنا عفان قال سألت حماد بن زيد عن صدقة الفتر فحدثني عن نعمنا بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدو صاعا من قمح أو صاعا من بر وشك حماد عن كل اثنين صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما يعطي عدثنا عبد الله بن الحريث قال قرأه علي يونس عن أبن شيهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يتير بركعة واحدة ليزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح أنه رأى سعد بن أبي وقاص كان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء يعني العتمة ليزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح أنه رأى سعد بن أبي وقاص كان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء يعني العتمة ليزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل حتى حجاج حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شيهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا ينهوني عن القبلة تخوفا أن أتقرب لي أكثر منها ثم المسلمون اليوم ينهون عنها ويقول قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من حفظ الله ما ليس لأحد